طبعا هو فيه تعبير كمان يمكن يعتبر شوي صعب احنا الشرقيين من ميل للعبارة هو مين انا انا شوي تطراب وانا انسان خاطئ وانا 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 دائما نركز على هذه الناحية لكن المسيح قال في العزة على الجبل كونوا كاملين كما أن أباكم كامل كامل ورسول بطرس يتكلم اقتباسا طبعا من العهد القديم كونوا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين كما أني أنا قدوس عم بطالب قداسة مطلقة هي قداسة الله انه الانسان يختبر هذه القداسة كيف نعمل هذا الامر يكون فيه تناغم او منسجم مع الانسان اللي دائما من ردد ما هو طراب وخاطئ وما لا حول له ولا قوة لابد اولا من ان تجري في الانسان معجزة هذه المعجزة تسمى الولادة الثانية او الولادة من فوق فيها الله نتيجة توبة الانسان يزرع فيه طبيعة الهية جديدة تكره الخطأ دي البداية بدون دي وهنا الخلاف او عفوا الاختلاف بين كل الديانات وبين الانجيل فالانجيل يقول ينبغي ان تولده من فوق الديانات تقول اصلح نفسك يا انسان كيف اصلح نفسي حاول تقلل الشتيم حاول تقلل الصرق حاول تقلل الكذب حاول تقلل الشهوات الجنسية الكتاب المقدس يقول انت عاجز انت تأتي لله وتقول له قلبا نقيا اخلق فيه فيعملية خلق جديدة ده ما ننادي به من الانجيل عندما اقلق خلق جديد وانال طبيعة جديدة يعطيني الله المقومات التي بها تدريجيا في الحياة اصبح احب ما يحبه وابغض ما يبغضه ودي جوهر القداسة القداسة اللي مش بيقول تخلص من ميولك الرديئة وإلا ده يبقى كلام مش عملي اشتركوا في القناة